الغوطة الشرقية في ريف دمشق تشهد تصعيدا غير مسبوك 24 ساعة من القصف الجوي والصاروخي المتواصل حصلتها 107 من القتلى معظمهم من المدنيين حسب فرق الدفاع المدني العاملة هناك وكالة سانة الرسمية للأنباء كانت قد نشرت على صفحتها أن وحدات الجيش ترد على مصارد قذائف الأحياء السكنية في محيط المنطقة منطقة العباسيين عرضت هذه الصورة لقذيفة سقطت في هذه المنطقة على صفحتها الرئيسية تقول إنها منطقة سكنية طبعا لكن صحيفة الوطن المقربة من النظام وفي صفحتها الأولى في عدد اليوم تقول بدعم روسي الجيش يبدأ عملية الغوطة خلال أيام إذن هل القصف الجوي هو تمهيد فعلي لدخول الجيش للغوطة وهل سيناريو حلب هو ما ينتظر هذه المنطقة هذه النقطة هنا التي ترونها هي دمشق في الشرق من دمشق توجد نقطة أخرى وواضح أنها هي الغوطة وهي محاصرة من جميع الجهات منذ 2013 يسكنها أربعمائة ألف إنسان من المفترض أنها ضمن مناطق خفض التصعيد حسب أستانة لكن هذا لم يحصل أحبطت روسيا مؤخرا مشروع هدنة في مجلس الأمن لمدة شهر وقالت إنها غير واقعية من الذي يسيطر على الغوطة الشرقية؟ هناك ثلاث فصائل رئيسية فيق الرحمن يسيطر على هذه البلدات عربين حمورية زملكة سقبعين ترمة يتألف من 12 ألف مقاتل أما مدينة دومة ومعظم مناطق المرج التي تقع هنا فيسيطر عليها جيش الإسلام بعشرة ألاف مقاتل هناك فصيل ثالث وحركة الأحرار الشام الإسلامية تسيطر على مدينة حرستة بتعداد قدره 9 ألاف مقاتل موجود فقط في هذه المنطقة أما عن هيئة تحرير الشام فكلهم في الغوطة الشرقية يبلغ عددهم 240 مقاتلا يتوزعون على كل أنحاء وبلدات الغوطة حسب ما يقول وائل علوان الناطق باسم فيلق الرحمن أين تتركز الضربات؟ انظروا إلى الضربات أين تتركز؟ في كل أنحاء الغوطة الشرقية أي أنها لا تستهدف فصيلا معينا إنما كل الفصائل انظروا هنا إلى دومة يسيطر على دومة جيش الإسلام وهو موقع على هدنة أسيتانا ترون هذه الغرافيك للبراميل المتفجرة التي صنعها زملائنا لكنها في الحقيقة في إحدى نقاط حمورية تبدو كهذا الفيديو يوم الشرقية تحديد من المتفجرة الفيديو يوم الشرقية أول ردود الفعل كانت من منسق الأمم المتحدة الأقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مونتزيس يقول المنسق إن استهداف المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق يجب أن يتوقف حالا في وقت يخرج الوضع الإنساني عن السيطرة لكن على ما يبدو أن روسيا لها رأي مختلف صدر عن المتحدث باسم قاعدة حميميم أليكساندر إيفانوف يقول في تصريح وبيان له من الواضح أن الحديث عن الوصول إلى اتفاقيات حول وقف القتال في الغوطة الشرقية أمر مستبعد في ظل وجود تنظيم جبهة النصرة الإرهابية وأيضا التي تمارس حرب الجبناء بقصفها للمدنيين في العاصمة دمشق عند خسارتها في المعارك البرية مع القوات الحكومية نعتقد أن الجميع يتفق على حتمية القضاء على هؤلاء المتطرفين أخبار الغوطة كانت على رأس اهتمام مستخدم مواقع التواصل الناشط الإعلامي في الغوطة الشرقية علاء الأحمد يغرد صمت دولي ومريب من المنظمات التي تدعي الإنسانية ومن الدول التي اعتبرت نفسها صديقة للشعب السوري تجاه المجازر التي تحدث في الغوطة الشرقية من قبل عصابات بشار تغريدة أخرى من كبير المفاوضين السابق في جينيف محمد صبرة يقول المجرم الروسي يحرق الغوطة جائزة ترضية لإيران تعويضا على تفاهماته في الشمال مع تركيا كل دول العالم مسؤولة عما يحدث في الغوطة مبدأ المسؤولية عن الحماية عام 2005 يلزم جميع الدول بالتدخل فرديا أو جماعيا لمنع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب الامتناع عن الفعل الواجب هو جريمة قانونية من يسمي نفسه هيثم سوريا يقول من الجهة الأخرى طبعا يقول الفرحة عارمة بكل سوريا مجرد أنه تم حشد قوات إضافية باتجاه مسلحي الغوطة كيف الفرحة راح تكون بعد النصر بإذن الله أما مراسل قناة العالم في سوريا حسين مرتضى يقول المجموعات المسلحة ستستخدم مادة الكلور والتضحية بالمدنيين واتهام الجيش السوري حيث تسعى من خلال تلك الفبركات للنيل من الدولة السورية كما حدث في عام 2013 في حلب وفي عام 2014 في الغوطة الشرقية وفي عام 2016 في خان شيخون ترجمة نانسي قنقر